استجابة للقرار الأمريكي بعدم التعامل اقتصاديا مع طهران سارعت بعض الشركات الأجنبية الكبرى إلى إعلان انسحابها وتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية مع طهران على رغم من أن هذه الشركات تحقق عوائد وأرباح بعشرات ملايين دولارات شركة النفط الفرنسية العملقة توتال قالت إنها ستنسحب من صفقة بقيمة مليار دولار كانت قد توصلت إليها مع إيران بالاشتراك مع شركة النفط الصينية إذا لم تحصل على إعفاء أمريكي شركة صناعة سيارات فرنسية بيجو هي الأخرى ستنسحب على رغم من أن مبيعاتها في إيران بلغت نحو أربعة وأربعين ألف سيارة وكانت قد توصلت لاتفاق مع شركة صناعة سيارات الإيرانية خردو لإنتاج سيارات سيتروان في إيران الشركات الأمريكية هونويل ودوفردوف وجنرال إلكتريك وبوينغ قررت إلغاء اتفاقيتها مع تهران التي بلغت عشرين مليار دولار وعملاق الشحن البحري العالمي شركة ميرسك أعلنت أنها لن تقوم بنقل أي شحنات نفط إيرانية أخرى لوك أويل شركة روسية قررت عدم الدخول بأي شركة من أي نوع للقيام بأعمال تطوير حقول النفط الإيرانية الشركة الهندية ريلاينس التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم أعلنت أنها لن تقبل واردات النفط الخام من إيران وتوقفها عن استراده في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين سييمانس قالت أنها لن تقبل أي طلبات جديدة من إيران وستعمل على تقليل مصالحها التجارية هناك شكرا